في بلدتين ورداغ وإصلاحية بولاية غازي عنتاب بدأت شركة الإسكان التركية المعروفة اختصارا باسم توكي عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال العملية بدأت هنا ببناء ثمانمائة وخمسة وخمسين وحدة سكنية في المنطقتين ومن المتوقع تسليمها لأصحابها في غضون ستة أشهر السلطات التركية قالت إنها ستبني 272 ألف وحدة سكنية في 11 ولاية خلال عام واحد ضمن مناطق بعيدة عن خطوط الصدع وبمواصفات تناسب الطراز المعماري لهذه المناطق وبشروط موافقة لشروط السلامة من الزلازل بحيث لا يتجاوز عدد طوابق البناء الواحد أربعة طوابق كما سيتم بناء آلاف المنازل الريفية في القرى التي تضررت من الزلزال بالتوازي مع عمليات إعادة الإعمار هذه تواصل السلطات بناء مساكن مؤقتة بدلا من الخيام في 130 منطقة ضمن الولايات المتضررة من الزلزال من بلدة نورداغ في ولاية غازي عنتاب زيدان زنجلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر